يعني هما الناس مغلطوش الحقيقة هما عملوا الفيلم وسموه الجريمة انا اللي ركبت دماغي ودخلته مفيش غضب كبير غلما بيبتدي صغير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في مراجعة جديدة من فيلم جامد والفيلم اللي حنتكلم عنه النهاردة هو فيلم الجريمة احداث فيلم الجريمة بتحكي عن شخصية عادل اللي بنقابله هو موسن ومقيم في مستشفى للامراض النفسية وفي يوم من الايام بيستقبل ابنه وبيحكيله تفاصيل حياته اللي بتبتدي بذكرى قليمة من طفولته تسببت له في عدد من الاضطرابات النفسية عانى منها تقريبا في كل مراحل حياته وتسببت في اضطراب علاقته بزوجته مما دفعه لانه يكون موضع الاتهامات في جريمة حصلت في السبعينات بيحقق فيها العقيد امجد وبيحاول بشدة انه يفك الغموض اللي بيوحيط بشخصية عادل ومن خلاله بنكتشف تفاصيل مثيرة جدا عن حياته فيا ترى ايه اللي حيحصل فيلم الجريمة بينتمي لنوعية الجريمة والغموض والاثارة النفسية عندنا حادثة معينة هي اللي بتطلق الاحداث والتحقيق في تفاصيلها هو اللي بيعرفنا اكتر بالشخصيات بتاعتنا والشخصيات الرئيسية بتاعتنا عندها نصبها من التعقيدات النفسية هي اللي بتتحكم في طبيعتهم والتصرفات اللي بيقوموا بيها لذلك الجانب النفسي في الفيلم ده مهم جدا على الاقل على مستوى شخصيتنا الرئيسية شخصية بطلنا اللي بالفعل عنده تاريخ حافل جدا من لما كان طفل واحداث حياته بتحطه في مواقف غير عادية بيتصرف فيها كلها تقريبا بشكل مضطرب وبناخد فرصنا عشان نشرح للمشاهد ايه هو سر الاطراب ده ولكن كل اللي بيتقدم سطحي جدا لا يعكس اي مجهود بحثي على مستوى السيناريو مفيش اي حاجة ليها اسمه ومفيش اي حاجة ليها شرح رغم ان بطلنا في عديد المرات كان نزيل في مسحة نفسية واخته داخل الاحداث اصلا دكتورة في نفس المسحة حتى في مشاهد التشخيص بتاعته ما بناخدش اي معلومة ليها قيمة اي حاجة تعرفنا اللي عنده ده ايه والادوية اللي بياخدها دي المفروض تكون بتعالج ايه فلما نرجع تاني ونفتكر ان الاطراب النفسي اللي هو بيعاني منه ده بيتحكم في كل تفاصيل حياته حنلاقي ان كل تفاصيل حياته ده يتملهاش معنا لانه ملوش تفسير يقدم لنا احنا كمشاهدين شوية قواعد ايه اللي ممكن يحصله وايه اللي بعيد عنه ايه هي المواقف اللي ممكن تطلق عنده اي نوع من انواع ردود الافعال وللأسف طبيعة شخصية البطل مش هي المشكلة الوحيدة عندنا مشكلة تانية كبيرة في طبيعة زوجته نادية اللي برضو عندها نصبها من الاطرابات النفسية اللي بتخلي تصرفاتها وقراراتها من اغرب ما يمكن بس دي صراحة قدمنا لها شوية تحليل تحليل محترف مفصل بيتقدم على ايدها هي شخصيا هي بتتطوع كده وبتحكي لنا مشاكلها النفسية وبرضو من غير ما نديها توصيف او اسم انا اكيد مش قصدي ان احنا نكتب روشيتة يا جماعة بس انا كمشاهد لازم اعرف حدودنا عاملة ازاي طالما حنخلي شخصياتنا الرئيسية تتصرف بطريقة غير طبيعية وتصرفاتها وقراراتها دي بتوصلها المرحلة حرجة جدا مرحلة الجريمة مش لازم السكة اللي احنا مشيناها دي تيبقى لها معنى معنى اعمق شوية من انه هم صغيرين تعرضوا لصدمة خلتهم مضطربين وخلصنا على كده بس حنقول ماشي مشينا في السكة اللي ملهاش معنا قوي دي ووصلنا للحادثة بتاعتنا المتحكمة في كل شيء وبيدخل معانا على الخط شخصية المحقق وهنا ممكن اقول ان احنا بنمر بافضل اوقات الفيلم المرحلة اللي فيها قدر معقول من الغموض تفاصيل اللي حصل مش واضحة عارفين ان بطلنا ليه يد بس مش عارفين مدى تورطه وبكل تأكيد لسه مش متأكدين من الدوافع بنشوف مشاهد حوارية حلوة ما بين عادل والعقيد امجد بنشوف حرب نفسية ما بينهم كويسة جدا بنشوف بعض العاب العقل اللي فيها قدر من الذكاء وبيدخل معانا على الخط كمان عدد من الشخصيات المسندة اللي ليهم دور وليهم تأثير وبيشكلوا عدد من المتغيرات الهامة في المعدلة بتاعتنا ولكن للأسف كل ده ما بيستمرش وقت طويل وبسرعة الفيلم بيتبرع وبيكشف لنا غموض كل شيء عشان نخرج من منطقة الغموض الرمادية اللي انا شخصيا كمشاهد كنت مستمتع بيها ونرجع تاني لمنطقة التعائدات النفسية بتاعت الابطال ونضيف لمشاكل المنطق أبعاد جديدة ويفضل معانا من الجوانب الإيجابية فقط أسراع ما بين البطل والمحقق أسراع اللي فيه جوانب كتير ذكية مش ما بينها للأسف كلمة النهاية للأسف أنا حسيت أن بعض شخصياتنا نزلت بمستوى ذكاءها عمدا عشان الفيلم يخلص صدف وشوية ملاءمة كده وأمور من اللي ما بحبش أشوفها في أفلام الغموض وعموما الفصل الأخير في الأفلام المماثلة بيبقاله وزن كبير قوي وزن كان ممكن يعوض بشكل كبير عدد من المشاكل اللي قابلتها في تجربة المشاهدة لكن للأسف حتى طوق الإنقاذ الأخير ده الفيلم رفضه اجتهاد بطل الفيلم أحمد عز في تكسيد شخصية عادل واضح جدا سواء على مستوى السمات الشكلية أو في قرار قبول تكسيد شخصية سلبية في المقام الأول أو في النواحي الخاصة بالإطرابات النفسية ودي للأسف هي نقطة الضعف الأساسية في التكسيد ومش قادر أقول إنه هو ليه ذنب كبير فيها بالعكس ده أقدم بعض الإنفعالات اللي ممكن تكون جديدة علينا وهي بكل تأكيد الأفضل بس ما هيش مربطة مع بعض مش قادر أرصها زي ما تكون سطور في صفحة أقدر أقراها حتى طريق تكسيده للرجل المسن فيها اجتهاد جيد آه ممكن يكون فيها بعض لحظات الغرابة بس بشكل عام كانت أفضل بكتير من اللي كنت خايف منه لما شفته الأول مرة في بداية الفيلم عموما يعني أحمد عز مش من مشاكل الفيلم بل ممكن يكون من أكتر العوامل الإيجابية اللي فيها نفس الكلام للأسف لا يمكن يتقال عن تكسيد منا شلبي منا شلبي في فيلم الجريمة بتقدم واحد من أسوأ أدوارها وبرضه مش حاسس إن يعاوز ألقي اللوم عليها الدور ده كان قاعد مستني كده عشان يبقى واحد من أسوأ أدوار أي ممثلة حتقوم بيه دور الغالبية العظمى من أبعاده ملهاش معنى ومفروض عليها جمل حوارية من أغرب ما يمكن وانفعالات لا يمكن أن تتناسب مع المواقف اللي بتتواجد فيها ليه يا جماعة الإهمال الشديد ده وإحنا بنصمم الشخصية النسائية آه القصص النفسية بتاعت شخصية البطل فيها نصيب كبير جدا من المشاكل بس على الأقل شفنا لها أبعاد شخصية نادية اللي بتجسدها منا شلبي من أول الفيلم الأخر وليها وش واحد نحكي تاريخها ونشرح أسباب اضطرابها وبعدين نرجع لنفس الوش نقابل كل المواقف وكل القرارات وكل الاختيارات وبعضها من أحلك ما يمكن بنفس الوش خلت انفعالات البطل تجاهها هي كمان غير مبررة واللي بيخليني متضايق من تصميم الشخصية دي بالتحديد وبقول إنه هو إهمال في تصميم الشخصية النسائية إن باقي الأدوار وأغلبها أدوار ذكورية مفيهاش مشاكل ممثلة عندهم أبعادهم وعندهم صراعاتهم حتى لو كانت أدوار صغيرة دور توفيق اللي جسده محمد جمعة أو دور أخو نادية اللي جسده نبيل عيسى أدوار صغيرة وزمانها على الشاشة مش كبير بس تحس إن اتبذل مجهود في تصميمهم أكتر من اللي اتبذل في تصميم الشخصية النسائية الرئيسية في الفيلم دور العقيد أمجد اللي جسده مجد الكدواني هو الأفضل على مستوى التصميم والأداء في الفيلم وإن كان بكل تأكيد مش أفضل حاجة ممكن يقدمها مجد الكدواني ولو في بعض العيوب الواضحة في التكسيد فهي إقحام بعض الكوميديا الغير مناسبة فانيا أن الفيلم بيتميز جدا في المشاهد اللي بتنتمي في حقبة السبعينات في مجهود واضح على مستوى المكياج والشعر على مستوى تصميم الإنتاج والديكور شكل البيوت والشوارع والأثاث والعربيات والملابس برضو وإن كان عندي عليها تعقيب سلبي إنها في بعض الأحيان وبالتحديد في ملابس الرجالة كانت بتبان هزلية شوية يعني أحيانا كنت بحس إنهم لابسين حاجة لحفلة تنكرية ويائت قمصان أحمد عز اللي كانت أعرض من طريق السويس بعد التطوير دي برضو أحيانا كانت بتبقى غريبة شوية الموسيقى التصويرية بتاعت الفيلم متميزة جدا وحسيت في أوقات كتير إنها تستحق مكان أفضل من كده الطري ترجع للأيمة الكاملة لأفلام شريف عرفة علشان أستعد للي حقوله ده وهو إن فيلم الجريمة في تقديري الشخصي أقل أفلامه على الإطلاق فيلم جريمة وغموض وإثارة نفسية وضعيف في كل التصنيفات دي حتى الأوقات اللي كانت متميزة فيه الفيلم أسرها زي ما يكون متعمد يديقني أنا حتى في أثناء المراجعة تناسيت تماما محاولاته مع الرعب آه يا جماعة في بعض المشاهد اللي موجودة في الفيلم المفروض تخض المشاهد حاجات عفى عليها الزمن من عشرات السنين كنت أتمنى الأداءات الجيدة والاجتهاد الفني اللي موجود في الفيلم ينتمي في أرض أكثر خصوبة ومتدايق جدا إن ممثلة بقدرات منا شلبي تقدم الدور ده تقييمي لفيلم الجريمة هو أربعة ونص من عشرة للأسف لسه بنوعاني بشدة مع أفلام الإثارة النفسية منقشة الحلقة إيه رأي حضراتكم في أدوار ماجد الكدواني مؤخرا هل مازال محافظ على جودة الاختيار ولا تكرار مرات الظهور بدأ يبندلوا أثر سلبي ياريت تساهموا برأيكم في الكومنس ألف شكر لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شيروا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات أول باول تابعوني على فيسبوك وتويتر ونيمو انستجرام وبي باي اشتركوا في القناة